البطولة العربية الكرة السلة خلاص العد التنازلي ابتدى البطولة تتلعب ان شاء الله ابتداء من 5 ال 15 اكتوبر القادم في دولة الكويت الشقيقة البطولة العربية قوية يمكن هي الاقوى على التاريخ هي النسخة رقم 34 دي مجموعة النادي الاهلي الاهلي والرياضي اللبناني والغرافة القطري والميناء اليمني المباريات كالقاتي الاهلي الاول هيلاعب الميناء اليمني ثم الغرافة القطري ثم بعد كده الرياضي طبعا دكتور مجدى ابو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي على يمينه دكتور العميد عبدالله شلبي مدير تنفيذي الاتحاد المصري السابق ومدير تنفيذي الآن الاتحاد العربي كله ده كانوا في حضور طبعا القرعة او بيمثلوا طبعا الاتحاد في اجراء القرعة وزا ما قلت لحضراتكم دي المباريات مبارياتنا هتبتدي تدريجي الميناء اليمني زا ما قلت لحضراتكم بعد كده الغرافة القطري وبعد كده الرياضي اللبناني فهي مباراة تصعودية طبعا فيه اربع مجميع المجموعة الاولى زا ما قلت لحضراتكم احنا جايين في المجموعة التانية المجموعة الاولى مين الكويت الرياضي الاتحاد السكندري اهل حلب السوري اهل بنغازي وهنا شفنا مشاركة اهل حلب السوري عودا حميدا للفرق السورية اهل حلب من الاندية السورية اللي لها باع وذراع كبير في كرة السلة وكان لها الشرف ان انا لعبت فيه حلب مين بكرة السلة المجموعة التالتة الاهل البحريني البشائر الرياضي العماني كذم الرياضي السد القطري نخش بعد كده على المجموعة الرابعة الجهراء الرياضي بيروت اللبناني وداد بوفريك الجزائري ودجلة الجامعة العراقي الاهل طبعا بفكر حضراتكم او مش بيحتاج بفكركم لكم طبعا مذاكرين معنا وحفظين انا دي قال له حامل اللقب البطولة الاخيرة في نسختها 33 اللي كانت مقامة في برج العرب في اسكندرية السنة اللي فاتت في نفس التوقيت النادي الاهل رايح بأمال عريضة النادي الاهل رايح باثنين أجانب معنا في الفريق والتر هوج اللي طبعا محترف معنا البورتوريكو الممتد معنا طول الموسم وفاكوادي اللعب الأمريكي اللي اللعب معنا السنة اللي فاتت أيضا البطولة العربية ويبقى لنا الحق في التعاقد مع لاعب عربي ثالث هل مستر أجوستي بوش هيكتفي بالتشكيل ده اللي ممكن يتعاقد مع لاعب عربي ده اللي هتسفر عنه الأيام القادمة ولكن اللي اللي عرفوا اللي أنا شايفوا إنه طبعا الفرقة بتتمرن بشكل جيد بيستعدوا بشكل جيد الملعب الدوليين نزلوا التمرين لعبنا مباراة في بطولة القاهرة وفزنا فيها بفرق كبير جدا يعني أصدق لكم إنه الفريق بيستعد بشكل جيد وتبقى أسبوعين عرفت من كابتان أحمد الجرح إن الفريق يسافر يوم اثنين أو تلاتة عشان يستعد قبل البطولة أو يأخذ على أجواء قبلها بيومين تلاتة البطولة دي من أقوى البطولات يمكن أقوى من البال بسكتبول أفريكا ليج لأن كل فرقة معها تلاتة محترفين بالإضافة للعيبة المحلين القوية لأن كل الفرقة دي هي أبطال في بلدانهم